أكد وزير الخارجية سمح شكري أهمية قيم الدول الغربية بالدفاع عن حق الإنسان بالضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنسانية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وخلال لقائه مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تارك على همش زيارته الرسمية لمدينة جينيب السويسرية طلب شكري كافة الأطراف الدولية بمسؤولياتها القانونية والإنسانية للضغط على إسرائيل لمنعها من شن عملية عسكرية على مدينة رفح المقتضة بسكان وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع